أهلاً وسهلاً بكم في الحلقة 319 من مسلسل إخوتي قبل بداية الحلقة المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديد الحلقات من مسلسل إخوتي الشخصيات الرئيسية وأحداثهم أو رهان الأحداث أو رهان يواصل محاولاته للتعامل مع الأزمات المالية حيث تظهر في هذه الحلقة أنه قد قرر اتخاذ خطوات جريئة لحل مشاكله قد يشمل ذلك محاولة للحصول على قرض كبير أو الدخول في شراكة تجارية جديدة نرى أيضاً تزايد الضغط عليه من قبل عائلته بسبب الخيارات المالية التي يتخذها الصراعات الخلافات مع أفراد عائلته تتصاعد نتيجة قراراته المالية المتهورة مما يزيد من توتر علاقاتهم ويضع أرهان في موقف صعب بين تحقيق الاستقرار المالي وإرضاء عائلته أكين الأحداث أكين يواجه أزمة عاطفية كبيرة حيث يصل إلى نقطة حاسمة في علاقته في هذه الحلقة يبدو أنه يقرر إما الإصلاح الجذري لعلاقته أو إنهائها تماماً يظهر أكين وهو يحاول التعامل مع المشكلات العاطفية الكبيرة مما يجعله في حالة من الاضطراب الصراعات التوترات في علاقته تؤثر بشكل عميق على حالته النفسية والعاطفية مما يؤدي إلى تصاعد الصراعات مع شركته ويزيد من تعقيد الأمور سيفجي الأحداث سيفجي يواصل مواجهة التحديات في التوازن بين حياته المهنية وحياته الأسرية في هذه الحلقة يظهر وهو يحاول إدارة ضغوط العمل والوقت المخصص لعائلته مما يضيف إلى مشاكله الشخصية الصراعات الضغوط المتعلقة بالعمل تتسبب في تفاقم الصراعات داخل الأسرة مما يجعله في حالة من الإرهاق والتوتر المستمر ياسمين الأحداث ياسمين تعاني من تأثيرات الأزمات المالية على حياتها العاطفية حيث تحاول في هذه الحلقة التعامل مع المشكلات المالية ومحاولة تحسين وضعها يظهر مدى تأثير الأزمات المالية على استقرارها العاطفي الصراعات الصعوبات المالية تساهم في تصاعد التوترات في علاقتها مع الشريك مما يؤدي إلى زيادة الضغوط عليها وتفاقم مشكلاتها الشخصية أيوب الأحداث أيوب يواصل مواجهة الصراعات الداخلية المتعلقة بالثقة والولاء ضمن أسرته في هذه الحلقة تظهر محاولاته للتعامل مع النزاعات العائلية وتأثيرها على علاقاته الصراعات قضايا الثقة والولاء تؤدي إلى تصاعد التوترات العائلية مما يجعله يعاني من صراعات مستمرة في علاقاته مع الآخرين ميرال الأحداث ميرال تستمر في التعامل مع تداعيات الأسرار العائلية التي تم الكشف عنها في الحلقة نرى تأثير هذه الأسرار على استقرار حياتها الشخصية وكيفية تعاملها مع المشاكل الناتجة الصراعات الأسرار العائلية تساهم في تصاعد التوترات داخل الأسرة مما يجعل ميرال تواجه تحديات جديدة في علاقاتها الشخصية فريدة الأحداث فريدة تواجه ضغوطا متزايدة بسبب القرارات الحياتية والضغوط العائلية في هذه الحلقة تحاول التوازن بين مسؤولياتها وحياتها الشخصية والتعامل مع التحديات الجديدة الصراعات التوترات المتعلقة بالقرارات العائلية تضيف إلى الضغوط التي تواجهها مما يجعلها تواجه صراعات مستمرة في حياتها كمال الأحداث كمال يواصل مواجهة مشاكل في عمله تؤثر على حياته الشخصية في هذه الحلقة نرى كيف يحاول التعامل مع تحديات العمل والتعامل مع تأثيرها على علاقاته الأسرية الصراعات الضغوط المهنية تؤثر بشكل كبير على علاقات كمال الشخصية مما يضيف إلى توتراته ويجعل الأمور أكثر تعقيدا الأحداث الرئيسية الأزمات المالية والتحديات تستمر الأزمات المالية في التأثير على الشخصيات مثل أورهان وياسمين الحلقة تسلط الضوء على كيفية محاولة الشخصيات التعامل مع هذه الأزمات مع التركيز على قرارات أورهان الجريئة وكيفية تأثيرها على عائلته الصراعات العاطفية تتصاعد الأزمات في علاقة أكين العاطفية حيث يقترب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبله التوترات العاطفية تظل محورية في الحلقة حيث يتعامل أكين مع تداعيات خلافاته الشخصية تأثير الأسرار العائلية تأثير الأسرار العائلية يستمر في التأثير على العلاقات بين الشخصيات مما يساهم في تصاعد التوترات والتحديات داخل الأسرة الضغوط الشخصية والمهنية التحديات الشخصية والمهنية تظل بارزة حيث يواجه الشخصيات مثل سيف جي وكمال ضغوطا متزايدة من العمل والحياة الأسرية الحلقة تسلط الضوء على كيفية تعاملهم مع هذه الضغوط وكيفية تأثيرها على حياتهم